الفقر وضيق ذات اليد والحروب التي يرافقها التشرد والعنف والفساد الحكومي وعدم الاستقرار السياسي كلها بالمحصلة تقود ضعاف النفوس ومعدمي الضمير إلى طريق واحد وهو الاتجار بالبشر الذي يعد نوعا من أنواع الجريمة المنظمة وعلى الرغم من وجود قانون لهذا النوع من الجرائم أقره مجلس النواب العراقي إلا أنه لم يفعل حتى الآن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر وخلال واحد واربعين يوما وثق وجود خمس عشرة شبكة منظمة للاتجار بالبشر في بغداد والمحافظات والتي تنوعت بين شبكات الدعارة وتعمل على استدراج النساء واستغلال حاجتهم وشبكات التسول أيضا وتستغل كبار السن وذوي الإعاقة وشبكات تجارة الأعضاء بالإضافة إلى شبكات تهريب العمالة الأجنبية وبحسب المرصد فإن نصف الضحايا هن من الفتيات دون السن القانوني وهن إما من النازحات في المخيمات أو من عائلات تعاني فقرا مضكعا وأشار التقرير إلى أن متنفذين يقومون باستغلال ضحاياهم بثمن بخس في العمل بالبارات والنواد الليلية وإجبار الفتيات على ممارسة البغاء بالإضافة إلى انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة والإتجار بها وأضاف التقرير أن معظم جرائم الإتجار بالبشر تتم عبر صفاحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي دون رقيب ولا حسيب كما أورد المرصد معلومات موثقة تفيد بوجود 15 شبكة إتجار بالبشر منها أربع شبكات تتاجر بالأعضاء البشرية وأربع شبكات أخرى تستغل ضحاياها في التسول وشبكتان تتاجران بالعمالة الأجنبية بطرق غير شرعية وشبكتان إتجار بالأطفال والمراهقين بالإضافة إلى ثلاث شبكات للبغاء هذا ويجدد المرصد دعوته إلى الجهات المعنية والمختصة لبدل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا فضلا عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الإتجار بالبشر واللجان الفرعية في المحافظات مطالبا بضرورة تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم